استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الاصخير هذا اليوم السفراء الجدد لمملكة البحرين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم السيد طارق مبارك بن دينة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند والسيد حامد محمد العصفور سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدكتور أنور يوسف العبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية حيث أدى السفراء القسم القانوني أمام جلالة الملك المفدى وقد هنى جلالة العهل المفدى السفراء وشاد بكفاءتهم وخبرتهم في تحمل هذه المسؤولية معربا عن خالص تمنيته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهمتهم الدبلوماسية الجديدة وأبدى جلالته حفظه الله توجيهاته السديدة للسفراء لتعزيز علاقات مملكة البحرين مع هذه الدول الشقيقة والصديقة تأكيدا لنهج المملكة في تطوير علاقاتها وتنميتها مع هذه الدول القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم والتنسيق والتعاون خدمة للمصالح المشتركة كما وجههم جلالته إلى الاهتمام بأبناء البحرين في هذه الدول ورعايتهم ونوه جلالته بدور السفراء في دعم مجالات التعاون المشترك مع مختلف البلدان وفتح أفاق جديدة لمزيد من هذا التعاون المثمر والبناء بما يخدم العلاقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين بهذه الدول وتعزيزا لدور مكانة مملكة البحرين في محيطها العربي والدولي وكلف جلالته سفراء المملكة بنقل تحياته وتمنياته إلى رؤساء الدول المعنيين لديها وتمنياته الطيبة لشعوبهم الشقيقة المزيد من التقدم والازهار وأخذ عرب السفراء الجدود عن اعتزازهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على هذه الثقة الملكية السامية مؤكدين أن توجيهات جلالته الكريمة ستشكل حافزا لهم في بذل المزيد من العمل والجهد لتوثيق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين وهذه الدول متطلعين إلى أن يوفقهم الله وأن يكونوا عند حسن ظن جلالته في أداء هذه المهمة الوطنية على الوجه الأكمل خدمة لمملكة البحرين وشعبها الكريم ترجمة نانسي قنقر